موسيقى إضرابات التعليم مؤخرا لا نعرف السبب و المسائل التي تتعلق بالتعليم الغادوي و المنحة صعبة على التعليم في البلاد و المسائل التي تتعلق بالتعليم الغادوي و الأسرة المغربية لا تتعرف لماذا تتعلق هذه الأساسية لما المطالب أساسي قد أتفق معك في القضية هو أنه يجب أن تصويد الأوضاع يجب أن التعليم الغادوي يجب أن التعليم الغادوي و لا يضيعون التعليم الغادوي و يستمرون في القرائية و يجب أن يضعون الأساسية لا يوجد فكرة على أن يضعون الأساسية و لكن ما أريد أن أقول أن الإضرابات خاصة القص لأن الإضرابات لا يرى صالح للتعليم الغادوي و لا يرى صالح للأسرة المغربية لأن أبنتي لا يقرأوا اليوم قالوا أنهم يضعوا اليوم و غدا و بعد غدا و لا نعرف أيضا بالنسبة لأولياء لم نعرف المهم نعرف ما هو النظام الأساسي و لا نعرف ما هو النظام الأساسي و و كيف و لم يقلسوا الولادات بدون أنه يدروا يقولون لهم مراصة في اليوم و لا يقرأ و نعرف علي و فهمت التلاميات و لا يريدون أن يعرفوا أنا أفضل أن أعرف الأساسي و الولادين لم ينعرف لا أعرف ما هو النظام أساسي شرحوا لي أنا أصلاً لا أعرف ما هو النظام أساسي يجب أن يترقوا لي في الإعلانات ووصلوا الوالدين مجموعة لجمعية الآباء يجب أن يخلصوها ولو بالنسبة قليلة يجب أن يعلموا الوالدين لماذا يقرأوا هذه الإضرابات لكي يفهموا سوف يقرأوا مدرسة ويخرجوا من المدرسة سوف نقرأ الإضراب ودرسة والوالدين عند بسراته فلا يعقل يعلموا الوالدين فلناس لا يجب أن نصبع الوالدين ونطحوا لناير المغاربة ونصبع الوالدين وضحيةه مع التلاميذ أما الأساسي يطلعوا منهم ونصبعوا يتخلصوا لا يمكن أن تعرف يقول لك إضراب وصافي لا يمكن لك تعرف على شديره و الوليدات تلامد ماذا يضيعون والديهم يأتي لدوفواغ ويعونهم في الدار لا أعرف النظام الأساسي صراح لا نكتب عليك هذا النظام الأساسي أول مرة نسمع صراح هذا الشيء صراحة لدينا الكثير لدينا الكثير لدينا الكثير لدينا الكثير لا صحة لا تعليم لا تتحر